أهم برامج وطرق التدريب التي يروجون عن طريقها مثل هذه الفلسفات ذكرت أنت البرمجة اللغوية العصبية وربما يرد في حديثك دائما الطاقة الكونية والتعامل مع الطاقة الكونية في العلاج وهل يمكن أن يقال وربما هذا الذي يفهمه من يتعامل مع هذه البرامج أنها نوع من الطب البديل نعم من أهم تطبيقات الطاقة والدخول في حركة العصر الجديد هو محاولة العلاج الكثير مننا قد لا يجذبه أي شيء آخر عن هذه الشعارات ولا حتى تطوير الذات ولكن لما يصل الأمر إلى الصحة والعلاج فقد يكون هذا هو المدخل ومن أهم تطبيقاتهم مثلا الماكروبيوتك هو نظام ليس علاجي بالضرورة ولكن تأسيس لوقاية فأنت تنتظم بنظام حياة كامل lifestyle متكامل من كل النواحي بطريقة أكلك ورياضتك وكل شيء حتى تحمي نفسك من انهيار أو تلاشي هذه الطاقة الإيجابية واكتساب الطاقة السلبية وإذا مرضت لا سمح الله فأيضا تلجأ إلى الماكروبيوتك تطبق أيضا للحمية الردائية فيه حتى تحصل على علاج المفارقة أن مؤسس هذا الفن هو نفسه مات بالسرطان والمفارقة الأسوأ أن شخص بعقرية ستيب جوبس مؤسس شركة أبل الذي غير العالم كما يقال وشكل عالمنا الجديد الآن هو نفسه أيضا أصيب بالسرطان ومات بالسن السادس والخمسين لأنه أصر على انتهاج منهج الماكروبيوتك في العلاج وفي آخر أيام ولما السرطان أكل جسده وقتها في آخر الأيام يعني اقتنع بإلحاح أقاربه بأن يعود للعلاج الكيميائي ولكن كان قد فات الأوان فهذا أيضا دليل على أن هذه الخرافات أو هي ليس كلها خرافات طبعا جزء كبير منها له علاقة بالشياطين وبالسحر وجزء آخر خرافات فهذه الفلسفات المتكاملة لا تؤدي إلا إلى الكوارث في النهاية منها أيضا كما قلنا الثتة هييلنج العلاج بالثتة منها البرانا هييلنج منها الريكي كل هذه فلسفات لها مؤسسين يعني كل شخص يدرس هذه الفنون ويصل إلى مرحلة عالية إلى الجراند ماستر ربما بعضهم لديه هم وطمع وجشع في أن يكون متصدرا وأن يكون أستاذا على مستوى العالم وأن يكسب الملايين فيؤسس لمنهج جديد وكلها تقوم على نفس الأفكار طبعا على وجود الطاقة الحيوية ووحدة الوجود وإلى آخره باختصار شديد إذا كنت تسألني عن ما هو أصلها وهو أن هذه الطاقة كما قلنا موجودة في كل هذا العالم منبثيقة في هذا الوجود وهناك طاقة سلبية وطاقة إيجابية كما في الطاوية هناك إذا حضرتك تعرف شعار أو لوغو الطاوية عبارة عن دائرة وفيها مسارين أسود وأبيض متداخلا فهذه هي الطاقة الموجودة في العالم سوداء وبيضاء وهي التي نفهم من خلالها وجود كل ثنائية في هذا العالم الأرض والسماء الذكر والأنثى الماء والنار إلى آخره فهم يقسمون كل شيء في هذا العالم إلى ثنائيات حتى الطعام والشراب إما مائي وناري أو يعني ين ويانك ففي النهاية أنت من خلال فهمك لهذا الأمر ومن خلال انتهاجك كما قلنا لنمط الحياة المعين والأكل والشرب الموافق لجسمك ولطبيعتك وإلى آخره ثم إذا لا سمح الله مريض فإيضا من خلال ممارستك لهذه الطاقة أو هذه الثقافة إما بتعلمك وتطبيقها على نفسك بنفسك أو اللجوء إلى أحد المعالجين بهذه الفنون تستطيع تنظيف الطاقة السلبية وإخراجها منك وبث الطاقة الإيجابية في جسمك كل من أعرفهم ممن دخلوا في هذا المجال وتعمقوا فيه أكدوا بشكل يقيني وهذا وصلنا بالتواتر أنهم رأوا الشياطين أو تواصلوا معها بشكل مباشر إما رأوهم بأعينهم أو في الأحلام أو سمعوا أصواتهم أو رأوهم بشكل اللاوعي يعني عندما يدخل في حالة اللاوعي في مرحلة النيرفانا أو ما هو أقل منها فيراهم ويتواصل معهم ويعطي معهم في حوار وليس هو مجرد خيالات